النهاردة حنتكلم عن ملخص أحداث الحلقة 620 من مسلسل اميراس واللي بتبدأ بصحر خالد بيتكلم معاها وبيقول لها هل ممكن فعلا زينة تكون صدقت من موضوع بتاع التليفون أصلها جات وأخدت رأيي في الموضوع وقالت لي أنتي بدأت لها التليفون قالت لها أنا جاية تكلم معك في موضوع دلوقتي أهم من موضوع التليفون قال لها إيه؟ ردت وقالت زينة عرفت أن السلطان مش خاطب وأن الموضوع ده كان أي كلام يعني رد وقال منين عرفت؟ حد قال لها؟ قالت هي قالت لي وأنا جيت عشان خاطر أثبت حسن نيتي وتبقى عظي كفية لكن مين اللي قال لها؟ ياسمين أو ممكن يكون باسل ده هو اللي قال لها من اللي هي بعد كده راشد بيتكلم مع لطيفة بتقول له قالوا لي أن انت عايزني عشان خاطر مشكلة مرتك صراحة اللي حصل لها ده كان صدمة قوية جدا وهي فعلا محتاجة جلسات مني وعلى فكرة كويس جدا أن انتوا فهمتوا يعني إيه؟ يعني غير الطبيبة النفسية خالص حاجة مختلفة وأنا مبسوطة جدا أن انت طلبت مساعدتي قال لها إيه وبس غادة مش محتاجة أي حاجة أنا اللي محتاج وطبعا كان بيتكلم كده وهو يعني سايع على الآخر وكان رومانسي ويبيبص لها بصات كده غريبة هي أصلا استغربته وكمان بيقول لها أن أنا اللي عايز الجلسات دي لأن أنا فعلا محطم ومحتاج جلسات إبراهيم بيدخل متعصب جدا ورا حول المكتب بيقول لها مش ملاحظة أن انت تغيرتي قالت له تغيرت هو فين التغيير ده أنا لا عارفة أماشي موظف عندي في الشركة ولا عارفة أخذ قرار في حاجة يبقى تغيرتي إزاي؟ ولا أنت هتعمل زيهم؟ مش كفاية عليها الأستاذة الشهد اللي راحت علشان تتكلم واحد غريب علشان يمسك لها حستها وأنا أختها مش بيتاصق فيها حاسة أني أنا فشلة والآخر خالص تقول لها تغيرت أصون الكلمة دي بتتقليش أنا بس أنا برضو موجودة في الشركة وهعمل اللي أنا عايزة بس الموجود في المشغل مرة واحدة بيدخل خالد عليه بيقوله أن جدا موزنة مش موجودة بيرد بقول لها أنا عايزك أنت أنت إيه اللي أنت عملته ده؟ قلت لك أزا مرة تبعت خالص عن موضوع سلطان وكمان رايح وتقول لبنتي أنت وبنت أختك اللي اسمها ياسمين الحرباية اللي عامل نفسها بريئة ومظلومة ومسكينة وريحين تدخلوا في حقل البيت برضو موضوع سلطان من تاني وتعرفوها أنه هو ما كانش خاطب ولا حاجة بيقوله أنت بتتكلم إزاي أنا مش فاهمة بتقوله قال له أنت فاهم كويس جدا وكان متعصر وقال له أنت لو ما بعتش عن الموضوع ده أنت حر أنا مش حسكت بنرجع تاني الراشد ولطيفة بيقناها أنه هو عايز جلسات مكثفة جدا منها وأنه هو إنسان مدمر وأنها مش محتاجة أي جلسات يا محتاجة مثلا مصرعة حرة أو حتى محكمة أي حاجة لكن مش هتحتاج أي جلسات لها أنا اللي محتاج جلسات وأتمنى أن أنت تحطيلي جلسات مطولة ومكثفة وأنا هفضلك نفسي خالص من لاي بعد كده بيدخل بدل يتكلم مع مشاعر وبيقول لها على فكرة الموضوع بتاع جمالة ده أنا مش بيصدقه أن جمالة تعمل حاجة زي كده قالت له مش بيصدق إيه؟ إنها طلعت نصابة؟ طي فصر لي هيها ليه لحد دلوقتي مجاتش ولا مش عايز تفريني وشها؟ بيسكت من لاي بعد كده جانا بتتكلم مع طلال وبيقول له يعني واحد زيك مفروض أنه مدير تنفيذي ومتجاوز دكتورة يعني مفروض أنها جميلة إيه اللي نقصك عشان تخطر تكلم واحدة زي أنا؟ قال لها في حاجات كتير بتبان بس للناس لكن الحاجة المخفية غير يعني أنا مش مرتاح خالص مع مراتي الدكتورة اللي أنت بتقولي عليها دي مش ممسوط خالص وتقريبا إحنا حنفصل بس يعني مستنيني الموضوع شوية قالت له عشان شكلكم الاجتماعي قالوا والله أنا محتاج صديقة في حياتي قالت أنا مش بأمن بأي صداقة بين الواحد والوحدة ومش بأمن كمان إن أنا أتكلم مع واحد بتجوز وساعتها جمانة بتسمعها وبتقول لها بتجوز أنت بتكلم مع واحد بتجوز قالت له ويفك دلوقتي براحة فضحتيني يا جمانة قالت لها إزاي تتكلم مع واحد بتجوز إزاي تخريب بيوت قالت لها أنا لحاخر بيتك لو ما سكتيش عادي أنا حتكلم معاك براحة وأتفاهم معاك ما تعليص صوتك الناس حتسمعنا عادي وأنا هحكي لك الموضوع كله بتقعد وبقول لها ها فاهميني ليه بتعرف واحد بتجوز من لايه بعد كده أسيا بتدخل للبيت طبعا بعد اللي حصل بتعود بتخرج التليفون بعد كده بتاخد النمرة اللي في الورقة وبتبدأ أن هي تتصل لاتصال حد بيرد عليها بتقول أنا أسيا وبتسكت من لايه بعد كده باسل كان متصل بياسمين اللي جات تجري قالت له في إيه ردوا قالها إيه اللي انت عمال في ده مش قادر تمسيك لسانك انت في إيه بالضبط كل حاجة أقولها لك بتروح تقوليها إيه اللي غالاك تروح تقولي كلام زي ده لزينة وتقولي إن سلطان ما خطبش الراجل أبوها جاري لحد المشغل وهددني وهزقني ومسح بكرمتي الأرض انت إيه ما بتعرفيش تتكتي عاملة زي العالة الصغيرة قالت له طيب يعني باباها عرف طب أنا خايف هيكون قال لي منصور قال له هو ده اللي همك منصور ما تقلعيش يا ستي أكيد طبعا ما قالوش عشان ما يشملش فيه لكن إحنا هنعمل إيه دلوقتي منصور بيدخل على المطبخ بيلاقي زينة فبيقول آسف ما كنت شارف إن كان قالت له ولا تعرف عادي أنا واحدة موجودة في البيت ولازم أتخذ المطبخ ولا فاكر يعني إن أنا معرفش إن انت عارف موضوع سفري علشان خاطر سلطان ولما بويا راح ورجعني ولا فاهم يعني إن أنا معرفش إن انت عارف حاجة زي كده وبتستعبط على بويا يعني قال لها أهورا ماكي وراح خطب واحدة تانية في الآخر عشان تبقى تعملي لأ أنا قلتلك عليه وتصدقيني ردت وقالت والله لأ هو ما خطبش ولا حاجة وعلى فكرة اللي قالتلي هي ياسمين زوجتك جات وحاجتلي على كل حاجة بس تعرف أنا عايزك تقول لها تبعد عني خالص ما لهاش دعوة بيا وبيدخل بعد كده حالد يقول أنا بضم صوت لصوت بنتي اللي خلى مراتك تدخل في الموضوع ده اللي خلىها تجيب أخبار سلطانة عن زينة اللي خلىها تعمل حاجة زي كده وإنت سايبها كده عاملة دور طيبة ولبسة دور الحنينة الكويسة المسكينة وفي الآخر عايزة تبوز الدنيا إنت إيه يا أخي ما عندكش دم دي بنت عمك بلاقي بعد كده جده مجتم تتكلم مع بدر وبتقول لأنا عايزة أعرف أكتر عن موضوع العالم الافتراضي اللي هو والله بدل ما تعرفي عن العالم الافتراضي يا جده شوفي العالم الانقراضي اللي إحنا فيه أصلا إحنا شوية شوية حننقرض في البدة إحنا عيالة غريبة جده ما حدش طيق لحد كلمة وأي حد بيعمل أي حاجة بتبقى غريبة أنا أصلا بفكر بيع الموضوع ده خالص وريح دماغي من الآية بعد كده زيد بيتكلم مع يوسف في المكتب يوسف طلبه جابه قال له لنت ليه بس طلبتني وجبتني قال له ما فيش حد خلاص كلهم مش قال له طيب ويه اللي وقف بره ده بمصعب قال له ما تقلقش معايا قال له كنت عايزني في حاجة قال له أيوة كنت عايزك عشان أقول لك أنه حور من بعد موضوع شهد متأثرة جدا ومش عايزة تمضي أي ورقة ولا تاخد أي قرار في حياتها ولا في الشركة قال له طيب برضو يعني مش فاهم قال له يعني إزاي هنقدر نحن نمضيها هي رفضة قال له آه موضوع سهل جدا أي حاجة تقزيني حتمضيها على طول أي حاجة تسبب أزية وضرر لزيد على طول حتمضيها قال له برضو مش فاهم قال له الورقة دي فيها أسماء الموظفين اللي كانوا هنا لما أنا كنت موجود قل لها قل لها أن دول هيبقوا أعذاءنا وأن دول ممكن يكونوا تبع زيد فخليها تمضي القرار بتاع تفنشهم ويمشوا وعلى فكرة دول الناس أقوى ناس موجودين في الشركة متميزين جدا يعني لو مش يو الشركة حطيح وتقع بس في سؤال أنت ليه عايز توقع الشركة مفروض أن هي شركتك بيسكت بينما منصور بيواجه ياسميني وبيقول لها يا خلاص قناع البراءة يعني نزل ويعرفتك على حقيقتك أنت عايزة أي حاجة وحشة لزينة إلا خليها كتقدر على موضوع سلطان ردت وقالت أنها عايزت يعني تساعدها قال لها تساعديها يبقى توقعها في سلطان تاني لأ أنت عايزة تنتقم منها وأنا عرفتك وعرفت نواياكي وعرفت كرهك ليها أنت عايزة تنتقم منها علشان كده عايزة ترجعها تاني في سلطان بعد كل اللي حصل وبعد ما قلتلك برضو رفضا أنك تسمعي كلامي ولا تقولي لي حاضر وتم من لايه بعد كده جود بتقوم جانا من النوم بتقول لها يلا أومي يلا عشان نروح الشغل قلت لها شغل قلت لها أي وخلاص هنرجع غدا كلمتني وقالت لها أنها مستانية أنا ونوم خلاص الموضوع بس الأول هنروح مشوار وميربس بسرعة عشان نروح سوا بينما من لايه ياسمين بتروح بتتكلب معا زينا وبتقول لها إيه اللي انت عملت لي ده مفيش فايدة فيكي حبيت أساعدك برضو ما بقتش كويسة قلت لها والله وأنت يعني فكرك إن أنا صدقتك لما جيت قلتك كلمة دول وصدقت إن أنت طيبة وحنينة وخايفة علي والكلام ده أنا قلتلك قبل كده إحنا أعداء وحنفضل تراملين الأعداء أنا عدوتك مستحيل أنك تعمل لي حاجة كويسة قلت لها تناغك الموضوع ده كويس جدا وأنا عملي ما صدقتك على فكرة لكن زي ما قلتلك إن أنا بتصيد أي فرصة عشان أخرب بيتك وعشان خاطر أزلك قلت لها تعالي هنا أنت لسه بتحبه منصور قلت لها ده في دماغك بس أنت لا عايزة تثبيتي كل الناس إن جوزك ده حاجة يعني واو والناس كلها بتحبه وإن البنات كلها بتموت فيه وإن هو بيحبك أنت بس لكن الكلام ده في دماغك أنت مش أكتر ما شاء القعدة بتجيلها جود وكمان جانا في موضوع اللبس دلوقتي قدامك حل من الاتنين إما تيجي معي عند أم سعيد وتعرفي إن فعلا أنا وديت لها الهدوم يا إما الحل الثاني إن كنت تعتزري لجمانة على اللي أنت عملتي معها وطبعا مشاهل بتصدر وبتسكت وبتبقى مش عارفة تعمل إيه لكن طبعا جانا وجود بيمشو ويبتقول لها أختها أنت ليها ماتي كده فردي طالبت إن هي تروح لمسايد قالت لها تطميني أنا واسقى في نفسي جدا وعرفة إنها ما كانتش هتعمل كده ولا كانت هتيجي لمسايد أهم حاجة إن إحنا خلصنا الموضوع ده بتعجمانة وهم نزلين على السل المشيين جود سبقت جانا وجانا بتطلع قطة التليفون فبتخبط وهي مشة في زيت زيت بيبصلها جدا هي كمان بتبصله وبتشبه عليه طبعا لأنه نفس الصورة اللي بعدها لها طلال وده اللي خليها تبصله كتير جدا وتكون كمان مستغربة آخر مشهد بيجمع بين أبو مصعب وبين حور بتقوله دقت علي كتير جدا كنت حتكسر التليفون في إيمالك وجايبني هنا دلوقتي قال لها أنا قلت عايزك عشان نتكلم معاك في حاجة مهمة وضرورية حصلت وإنتي مش موجودة قالت له خير قال لها بعد ما الناس كلها مشت وبفضلش حد خير يوسف اتفاجئت إن زيت معاه في المكتب وطبعا دي كانت مفاجأة قوية جدا لأن حور اتصدمت لما عرفت إن يوسف على علاقة بزيت حتى بعد ما مشي يا طرح طرح في المخطط اللي بيخططوها علشان يوقعوها ولا لا هنشوف كل ده في الحلقة الجاية لأن الحلقة خلصت وده كان ملخص لأحداث الحلقة رقم 620 من مساسة المرأس يارب ملخص بتاعي يكون عجبكم ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد نشوفكم على خير أحبكم مرة باي باي اشتركوا في القناة